موسيقى موسيقى حياكم الله متابعين في حلقة جديدة من برنامجكم سكورشيت اللي يطلع عليكم عبر قناة الكويت الرياضية والتلفزيون دولة الكويت هذا البرنامج اللي نستضيف فيه ضيف كريم ويختار أفضل 11 لاعب نوجهة نظره على صعيد الدوريات أو على صعيد المنتخبات وحديثنا اليوم عن التشكيلة المثالية للسعودية مع نجم نادي القادسية السابق مشاري جاسم الساكر الله بالخير حبيب حبيب جاسم طول دمرك حياك الله لو تحدثنا عن الدوري السعودي لك ميول فيه مشاري الدوري السعودي للأمانة لنا ميول من أواخر الثمينات أول التسعينات تكلم عن أشجع النصر لازل ترى أنا أشجع النصر نصر أي ماجد عبد الله بس هذا ما يعني أن أنا تهضم حق الهلاء ما أنا من عشاق يوسف اثنيان أنا عندي أثنين صراحة من عشاقهم بالسعودية إذن فيه اثنين ضمنوا أماكنهم بالتشكيل أي ماجد عبد الله ويوسف اثنيان زينا إذا تحدثنا عن حقب الدوري السعودي أو حقب المنتخب السعودي المختلفة يعني تتكلم عن منتخب وصل خمس مرات إلى كاس العالم رقم جدا كبير بالمقارنة مع دول المنطقة بالنسبة لك أي جيل السعودية كان الجيل الأفضل؟ والله وجاسم أعتقد ممكن فيها شوية إجهاب تكون لو أفضل لكن خصوصا فترة التسعينات ومثلا منتصف الثمينات كان هم جيل جبار يعني جيل النعيمة وماجد عبد الله والجمعان بس أنا لو تسألني الفترة اللي أنا أطالع فيها كرة أفضل حقبة اللي هو المنتخب اللي شارك كاس العالم 94 هذا الجيل الأفضل من جمع دورك وكان ماجد عبد الله بأو آخره نعم إذن كابتن مشاري الرسم الفني اللي راح تختاره لاختيار أفضل هدايش لاعب من وجهة نظرك في التشكيل المثالية السعودية شذا؟ راح نختار 4-3-3 4-3-3 يا كابتن مشاري جاهز الرسم ننتقل إلى حراسة المرمى وعندنا أرباح والرأس مميزين محمد الدعيع محمد العويس مبروك زايد وعبد الله المعيوف من التختار أكيد محمد الدعيع أكيد بفارض كبير محمد الدعيع نعم إذن محمد الدعيع هو اختيار الكابتن مشاري جاسم في حراسة المربع ننتقل إلى قلوب الدفاع يا كابتن مشاري وعندنا قلوب مميزين في تاريخ السعودية مثل محمد الخلاوي أحمد جميل وسامة هساوي صالح الداود وعبد الله سليمان وصالح النعيمة من التختار صالح النعيمة رغم واحد وخلاوي الله يرحمه إذن محمد الخلاوي رحمة الله عليه اختيارات الكابتن مشاري شمعنا اخترت هالإسمين نجوم كبار ولا نهضم حق خصوصا الكابتن أحمد جميل لكن أنا عندي أشوف أفضلية طبعا حق صالح النعيمة وبعدها الخلاوي نعم إذن صالح النعيمة ومحمد الخلاوي في خط الدفاع لتشكية الكابتن مشاري ننتقل إلى الظهير الأيمن وعندنا ظهرة مميزين كابتن مشاري نتحدث عن سلطان الغنام وأيضا عبد الله صالح سعود عبد الحميد وأحمد الدوخي أنا راح تختار والله بالتشكيلة اللي موجودة حاليا أنا راح أختار أحمد الدوخي نعم مع أني كنت ما أقول لك أفضل الشلية نعم في جيل ترى ممكن ما يعرف نعم الشلية الشلية لاعب ممتاز وظهيري ممتاز بس الدوخي لو كان موجود شلية راح تختار ممكن نعم ممكن بس حاليا هم الدوخي يعني صراحة مغارب جدا نعم ننتقل للظهير الأيسر كابتن مشاري ونتحدث عن مفاضلة قوية بين طبعا محمد عبد الجواد ياسر الشهراني خالد الرشيد وأحسين عبد الغن محمد عبد الجواد شمعني والله بالنسبة لي في فرق كبير حتى معك من جميع النواحي تكلم عن إنجازات تكلم عن إنجازات محلية وخارجية تكلم عن جودة اللاعب هجومية ودفاعية تزديد مواصفات برازيلية صحيح 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 سين عبد الغني يعني المشكلة هنا أبو جاسم ممكن لما تختار ممكن المشاهد يفهم أنه تقليل من لا لا بالعكس نعم وكلهم نجوم لصراحة واساطير مثل ما تفضلت يا كابتن مشاري إذن رباعي خط الدفاع وحراسة المرمى اكتم له في التشكيلة المثالية للسعودية من وجهة نظر الكابتن مشاري جاسم عندنا هذا الفاصل مشاهدين الكرام ونعود لاستكمال التشكيلة حياكم الله متابعينا مرة أخرى رحب في ضيفنا مرة ثانية كابتن مشاري جاسم حياك الله حبيبي أبو جاسم مشاري نكمل تشكيلتنا لأفضل 11 لاعب سعودي عندنا خط الوسط واللاعبين رقم 6 نستعرض لك مجموعة من اللاعبين المميزين في تاريخ السعودية محمد كنو أحمد عطيف فيصل البثنين خالد عزيز فؤاد أنور سعود كاريري وخميس العويران ويوسف خميس من التختار شوف احنا قلنا 4-3-3 نبدأ بالارتكاز رح اختار ممكن يكون نوعا ما ترى عندك لاعبين رقم 8 مركزة متغيرة لكن مبدئية من التشكيلة هذا رح اختار فؤاد أنور فقط فؤاد أنور فقط نعم فؤاد أنور يختار الكابتن مشاري جاسم وين خميس العويران يا كابتن مشاري خميس لاعب ممتاز صحيح لاعب ممتاز لكن انت مضطر تختار 3 لاعبين 4-3-3 فأنا عندي لاعبين فأنتبه لعب رقم 6-1 نعم ننتقل إلى اللاعبين رقم 8 بعد اختيار الكابتن مشاري جاسم لفؤاد أنور لهذه التشكيلة كابتن فؤاد أنور كابتن كبير وقائد للمنتخب السعودي في مونديال 94 ننتقل إلى اللاعبين رقم 8 وإذن عندنا أسماء مميزة يامشاري نوافة مياط وخالد مسعد سلمان الفرج سعيد العبيران محمد نور وفهد الهريفي من تختار قوية هذه فيها صوية أول هم راح يختار خالد مسعد خالد مسعد في واحد ثانين والله الهريفي أحد ترى عندك قانتين باقي أجنح ومهاجمين لا الخطر لا ممحسوم أربعة ثلاثة ثلاثة محسوم نبي الأثنين خالد مسعد وفهد الهريفي فهد الهريفي نعم وتحتهم فادا وراحهم أسباب الأختيار كابتن مشاهد والأمانة المميزات اللي عندهم النجوم كبار خالد مسعد قوي هجوميا ودفاعيا نعم وتزديد وعنده قوة بدنية فهد الهريفي ميل أكثر للناحية الهجومية نعم ممكن يعني أقل من ناحية الدفاعية لكن يلعب بعقل ولكن عنده اللي يغطون عليه صحيح اللي هم فادا نور نعم وخاد مسعد نوعا ما ننتقل إلى لاعبين الأجنح يا كابتن مشاري وعندنا اسمها مميزة تقدر تختار جناح واحد ومهاجمين اثنين محيسن الجمعان فهد المولد يوسف الاثنيان سالم الدوسري فهد المهلل وفهد الغشيان من التختار والله نجوم كبار نجوم كبار طبعا اثنيان محسوم بس أنا عيني على الغشيان الغشيان بطل صغير صح بطل لظروف معينة ويعني ممكن لكن لاعب نجم كبير وكنت يعني تشرفت نلعب ضد المنتخب لولهم بسنة 94 نعم لعب ميز يخرع داخل المحب لما أنا بس أنا سأختار طبعا محسومة نعم يوسف اثنيان فقط من هذه التشكيلة صحيح على الجناح الأيمن نعم يوسف اثنيان والله شكل مك يا أبو جاسم يوسف اثنيان يعني صراحة كثر ما تتكلم راح أنا أشوفها ممكن تغليل منه يوسف اثنيان متعة متعة بصرية صراحة يعني أنا عندي وجهة نظر أبو جاسم في لاعبين جيلنا نحن بالكويت الجيل الذهبي نحن نسميه نعم أو الحقبة هم الذهبية اللي موجودة بالسعودية أنا على يقين لو كان فيه احتراف يوسف اثنيان ماجد عبد الله فيصل الدخيل جاسم يعقوب يحترفون بربا وهم مرتاحين يعني صحيح لاعبين كبار ونفتخر فيهم وخير من أنجبة الكرب الكويتية والسعودية وأيضا الخليجية ننتقل للمهاجمين يا كابتن مشاري مع أنه نختار سلفا مهاجمينك ناصر شباني ياسر القحطاني حمزة إدريس سامي الجابر مالك معاد وماجد عبد الله ماجد عبد الله ما يحتاج نعم بس واقع عندك مركز واحد بس يبقى مركز واحد محسوم حق سامي الجابر سامي وماجد عبد الله اختياراتك للتشكيلة الهجومية لتشكيلة المثالية للسعودية تشكيلة الأمانة مميزة يا كابتن مشاري والجميع الأمانة لعبين مميزين ولكن الجميل فيك أنك حاولت تتسدد وتتقارب ما بين الهلالية والنصراوية وهذا الدليل على عدم تعصب لا والله شوف عدم تعصب الأمانة ما فيها تعصب لكنه موضوع والله يا أبو جاسم أنك أحاول ممكن أجامل هذه ترى قناعتي نعم أبو يوسف تذكر لي الأسماء من حراسة المرمى إلى قلب الهجوم حراسة المرمى محمد دعي خط الدفاع الأسطورة صالح النعيمة والخلاوي الله يرحمه والدوخي جهة اليمين عبد الجواد جهة الشمال نعم خط الوسط فواد أنور وخالد مسعد وفهد الهرايفي جميل خط المقدمة عندك الأساطير يوسف الثنيان وماجد عبدالله وسامي الجابر جميل جدا يا كابتن جاسم شرفتنا ونورتنا في سكورشيت أول بعمرك والشكر موصول لكم متابعين الكرام على متابعتكم برنامج سكورشيت على أمل إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين وتشكيلات أخرى في أمان الله اشتركوا في القناة